علاش كي توفرت لك الفرصة فاضل عبد الكافي هوني نعول على رحابة صدرك لا عندي رحابة صدر كبير عمري ما رجعت على حد أنا واحدة من بين الأراء كي تسمع فاضل عبد الكافي يتحدث عن هذه الحلول يقول اليوم النظام القائم أو السلطة القائمة علاش ما عملتش كذا وكذا وكذا قولك انت فاضل عبد الكافي توفرت لك الفرصة فيما سبق باش تنجم تبدل من موقعك اللي انت كنت فيه وتبدأ في خطوة أولى تجاه هذه الأصلاحات التي تتحدث حالك هاتفهم منك عليش ما عملتهاش النجم النجم اللي معليك أنا نقول لك وننقضه فاضل عبد الكافي لأنه سهل انك تنقض وتقول ويزمنا 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 نعمل انت توفرت لك الفرصة وما عملتش شوف لما لك شكرا على السؤال وما فهم حتى مشكلة بشتساني أسرع من نوع ذلك اللي ترح روحوا للشأن العام لازم ينطق لازم يقبل النقد ولازم تكون عنده ميزة أخرى الاستماع يسمع 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 الطرف المقابل مش هو يعني شادد هي يعني الحاجة صحيحة في يده هو لا تسمع الطرف المقابل والبرهان بالبرهان والرقم بالرقم صحيح أنا كنت وزير ولكن كنت وزير أثناشا شهر وكنت وزير مالية أربعة شهر ونصف فكالسنة هذيك أكثر عام نعتبره كان عام خارق العادة في حياتي المهنية علش عرفت عبيت ممتازين في الإدارة تونزية فهمت أشياء خدك تكون قاعد في القطاع العام في القطاع الخاص عندك الفكرة متاع تبرا نصلحه يكا فيخصة عرفتها كمنطق يكا فيخصة كتدخل الإدارة وتفهم اللي هي للأسف إدارة عثمانية خاطر ما للقوانين التونسية الكل أقل واحد فيهم عمره خمسين إثناء هي المجلة الجزائية السيلوطفي كان يتحدث عليها وكان يعني متغشش وعند الحق يتغشش الإجراءات الجزائية لم قرن رأوا في تونس في فرنسا ولا في بلدان متحضرة معاش فما رأوا حاكم تحقيق قضي تحقيق وحده يوقف الناس يمشيوا حتى للقضاء أنا كنت وزير قمت بمؤتمر عشرين عشرين جبت أربعة وثلاثين ألف مليار دول تونس عملنا مجلة الاستثمار الجديدة عدينا المخطط الخماسي وقدمت لرئيس الحكومة اللي كنت نخدم معاه أربعة خمسة أفكار ما مشافي حتى فكرة هذي كان مشكلته هو هو كان يقود السفين شو الأفكار مثلا مجلة الصرف اللي هي متاع قرون وسطة في تونس متاع قرون وسطة يعني يبهتين كيفية الشباب منتاعنا خارج من البلد خاطر كي يبدأ الشاب قاري الأنفورماتيك ويبيع للأجانب وناجح وحده ومن داره مع أهله وأمه طيبله ويرقد في داره ويبيع باللورو يقبض باللورو يبدلهم كريبتوموني القاروة في الحبس هذي القوانين تونسي أنا حابت نبدلها هذي القوانين كنجي نقول أنا منظومة الدعم ياولادي يمشيوا اللي زي اللي زي ما تعمل شي بينزوز انتخابات قولونهم يقيدوا توانسة الكل اللي حابوا يتقيدوا وكان أنا عندي قلة الأدب ممكن سمحوني في الكلمة باش نتقيد يقيدون يا سيدي خاطر أنا الحمد لله ما حقنيش نتقيد وممكن برشة مننا في الطاولة ذا ما لازمهمش يتقيد حتى كنحب نتقيد نتقيد ايش نربحوا في العملية ذا نربحوا اللي السياح اللي تحكي عليهم نربحوا الناس الأجانب اللي عايشين في تونس نربحوا الناس اللي ممشوا شي يتقيدوا ويقيدوا عملت الحساب في وزارة المالية تقريبا نقسموا باثنين الفاتورة ويمشي الأموال للناس اللي حاشتها بهم سيحسن الزرقوني قالك باش عائلة تعيش بطريقة كريمة في تونس اليوم لازم الفين وسبعمائة دينار في الشهر وقت يسميك بربعمائة دينار هاو مشاكل تونس يقول لك 12% فقط من الدعم ماشي لمستحقية للطبقة اللي لازمها تمشي لها يعني الباقي لكله ماشي لي غير مستحقية هذو ما لكل مالاك انت ترايلي وزير لاني كنت رئيس حكومة ولاني رئيس جمهورية وزير يجري ويركض ومصباح لليل يخدم مع جماعته مع زوز وزارات خطر هي راوكي خديد زوز وزارات سهلت الحكاية خطر نذكر اللي سي منصور معلا كان وزير التخطيط والمالية شو معنى وزير التخطيط والمالية الوزارات اليوم اللي هي التعاون الدولي مملكة الدولة المالية الاقتصاد التخطيط كانوا في وزارة واحدة قدامه سي عبدالعزيز لسرم وزير الاقتصاد الوطني اللي هو وزير السياحة والتجارة والصناعة علي نقول في الكلامة ده خطر تحب تسير تونس اليوم معاش تسيرها بحكومة ب40 و50 و60 وزير مده بيك تسير اب خمساش نزير